تعثر جديد يصيب مشاورات الكويت بعد رفض وفد الميليشيات الانقلابية جدول الأعمال والإطار العام المتفق عليه حيث أنهى المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الجلسة المسائية بإعلانه تعليق المشاورات المباشرة بعد تراجع الوفد الانقلابي عن التزاماتهم إذن مزيدا من الخيبات تكتسي بها قاعة المشاورات في الكويت بالانقلاب مجددا على ما اتفق عليه خلال اليومين الماضيين حالة من الشد والجذب منذ الموعد المعلن عنه أمميا عن بدء الحوار في الثامن عشر من إبريل الماضي ولا تزال المشاورات تراوح في النقطة الصفر ولا أمل يلوح في الأفق خصوصا مع استثمار الميليشية للهدنة المصاحبة للمشاورات بإعادة ترتيب أوراقها العسكرية في الميدان وتحديدا في محيط مدينة تعز ونهم والبيضاء بالإضافة إلى ترتيب أوراقها السياسية عبر سلسلة من اللقاءات التي أجراها وفد الميليشية بمعزل عن ممثلي صالح وهو ما يحمل مؤشرات التضحية بأحد طرفي الفريق الانقلابية يربط وفد الميليشية وقف الحرب وقصف مدينة تعز تحديدا بتوقف التحالف العربي عن قصف المناطق التابعة لتنظيم القاعدة التي يتم استهدافها من قبل طيران التحالف في شبوى وحضر موت فلم يعد خافيا على أحد أن ميليشية الحوثي وتنظيم القاعدة وجهان لإرهاب واحد فاليوم يدافع محمد عبد السلام الناطق باسم الحوثي عن تنظيم قاعدة حضر موت معلنا استعداده للقتال في صفوف القاعدة ومؤكدا على اتساق التنظيم الإرهابي مع الميليشية عبر سيطرتها على ميناء حضر موت أهم موانئ اليمن لمدة سنة بوضح النهار وكانت ممتازة ومقبولة بحسب تعبير ناطق الميليشية ورئيس وفته كما وصفت المصادر اليوم أكثر من أي يوم مضى تسقط الأقنعة وتتعالى أصوات الشكوك التي ذهبت إلى أن تنظيم القاعدة تاجر بالأسلحة وباعها للميليشية عبر ميناء جبوى اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر